اشتركوا في القناة بالنسبة لقلق المسار للشهر القادم موجود في صندوق الوصف وضعته اليوم طبعا بالنسبة للقمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق ورح ينفذ فيها القمر حتى تمام الساعة 8.53 دقيقة من صباح اليوم الاثنين 28.02 بتوقيت جرينيتش ما ينتقل بعدها لمنزلة سعد الأخفية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد الحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر الآن موجود في برج الجدي في آخر مراحله أو آخر أوقاته بعد تقريبا تسعة وثلاثين دقيقة من بث الحلقة يعني الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش القمر رح يبدأ بخلوه مسار وهو خلوه المسار معروف انها حالة نحسة لا يصلح البدء فيها بأي عمل جديد ولكن إذا كنا قررنا على شيء أو اتفقنا على شيء قبل خلوه المسار وتم يعني تجهيز كل شيء ما في أي مشكلة ننتممها في فترة خلوه المسار طبعا خلوه المسار حكينا انه هو رح يمكث من الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة بعد العصر ولا غاية الساعة ستة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني مدته تقريبا بحدود الأربع ساعات بعدها القمر رح ينتقل لبرج الدلو يعني بمعنى آخر رح نفترض انه هو انتقل لانه أربع ساعات وبعدها رح نحكي احنا توقعاتنا كأنه القمر انتقل لبرج الدلو اللي بده يعرف ايش تأثيراته على الجديد يسمى حلقة يوم أمس زي ما حكينا انه القمر الساعة ستة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء من مساء الليلة اللي هي مساء يوم الأحد القمر بنتقل وبصير في برج الدلو عشان هيك منبلش من الآن نشعر بتأثيرات برج الدلو علينا نشعر انه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ننشط اجتماعيا منرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق برضو تصلح لتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من انه عاطفي بوسعنا في هاي الفترة تعزيز صداقة جديدة أو إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية مثل تلفزيون كمبيوتر أجهزة موبايل شغلات مثل هيك وبرضو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة اللي عادة احنا منذكرها كل يوم اللي هي تأثيراتها بتكون مدتها أيام أو بعد مرات أسابيع أو أشهر فهاي الزاوية أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التزديس الإيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهاي طبعا هي ضربتها يوم اثنين ثلاثة هي تأثيراتها لغاية يوم خمسة ثلاثة طبعا هي بما أنها إيجابية بتعزز قدرتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا كما أنها بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية برضو بين المشتري وبين أورانوس وهاي تأثيراتها لغاية يوم خمسة ثلاثة هذه الزاوية بتعزز لدينا قوة الحدث وخصوصا في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الإقتران السلبية اللي ذكرناها ما بين المريخ وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم ستة ثلاثة هذه الزاوية بتدل على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتدلوا هذا الاتصال وبتدل كذلك على أن هذه الفترة بتشهد اضرابات أو اضطرابات لها علاقة بالعمال فهي بترافقها برضو أعمال لها علاقة بالشغب أو التمرد حدوث عنف وبتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادي أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الفنسية وبتدل على حدوث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عملية تخريبية أو إرهابية وتفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل والحرائق بخصوصا حرائق الغابات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الممتزجة ما بين الزهرة وما بين المريخ وذكرنا ممتزجة يعني خليط ما بين السعود والنحوس مع بعض في نفس الآن طبعا هاي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم 17-3 بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة فهي إيجابيتها أما سلبيتها أكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبي بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل طبعا عنا زاويتين فقط اليوم أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام ساعة وحدة وتسعة وأربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر أوتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك يعني من ناحية سلبية طبعا هاي تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة عشرة وعشر دقائق مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر من الشعور بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية بطة الساق الكاحل الساق وتر العقوب عضلات الساعد هرمونات الغد الدرقية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية هي مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد برضو هي تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي اللي بكون عندهم ضعف أو تساقط أو تكسر بالشعر وبدهم يعالجوا شعرهم الفترة هاي لا تصلح يفضل مع بداية ولاة الهلال أفضل أما بالنسبة لمطعم كورونا فاليوم مناسب ما في أي مشاكل لهذا الموضوع بس إذا شعرته ببعض العراض أعتقد أنه بندول أو براستمول يفي بالغرض عند الحاجة يفضل أخذه كل ست ساعات أو ثمان ساعات بالنسبة للخمر بما أنه موجود في برج الدلو كله المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة واحد ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة ثنتين ودقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واثنين وخمسين دقيقة مساءا لا ينتقل القمر لبرج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة أربعة واثناشر دقيقة صباحا بصير ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في الجدي وبدو ينتقل للدلو يعنيه آخر ساعات في الجدي بدو ينتقل للدلو أغلب اليوم في برج الدلو رح ينكث في الدلو لغاية يوم واحد ثلاثة وسعيد بنسبة خمسطعش في المية ولكن مع ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسطعش في المية وطيلة النهار كذلك معطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% أما نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم النشاط بتركز على العلاقات الاجتماعية فاليوم بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة لأجواء داعمة وبناسبة العمل ضمن مجموعة ممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهم شيء أنك تنظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت برج الثور يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبتقدروا اليوم برضو تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل أهم شيء أنه هذا بيت السمعة فلا تشوهوا سمعتكم لأنه الظروف شوي بتكون ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة أهم شيء أنك تكون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزة بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بوسعكم اليوم اجتياز امتحان في بعضكم ممكن يسافر أو يوقع على عقد أو يروج لموهبته أو اهتماماته برج الجوزة أهم شيء أنك تكون جريء اليوم ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول أنك تثبت طاقتك وتثبت طاقتك وجدارتك وخصوصا بالمواقع المتقدمة الفترة هاي بتحمل انفراج كبير برج السرطان بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتخففوا من نفقات حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم وحاولوا انك تكونوا واثقين من نفسكم ومن كفائتكم وما تسمحوا لأي شخص انه يشكك بقدراتكم اليوم في بعضكو رح ينشغل بملفات إدارية برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة حول انك تبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم وخصوصا في مجال العمل والعاطفة هاي الفترة تعتبر يعني فترة سيئة مش سهلة وأكثرها وأكثرها تهديد للاستقرار لأن القمر مقابلكم تماما طاقتكم بتكون ضعيفة فبتكو تحذروا من الفضائح والمشاكل اليوم ممكن تميلوا لفرض الرأي على الآخرين حاولوا إيجاد المخارج والحلول دون تشنج وعصبية برج العذراء رغم تراكم العمل أنتم قادرون على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه نظموا جدول غذائكم واخذوا قسط كافي من الراحة اليوم بتلازمكم الواجبات وبترافقكم مشاعر مختلفة ومعظمها فيها بعض القلق فعشان هيك بتكون نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تقصير وتوخي لأي شيء ممكن يظهر أو تأخير أهم إشي أنكم ما تهملوا صحتكم ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج الميزان متفرج وسعى للمبادرة الأجواء رومانسية ودافئة والوضع العاطفي ممتاز جدا برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية واليوم بتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم وبين أفراد العائلة أهم شي إنكم تحموا وضعكم الصحي من بعض التقلبات والانفعلات ممكن اليوم تهتموا لأمر عقار ما أهم شي إنكم تتجنبوا الانفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين لأنه شوي مزاجك اليوم ممكن يكون متقلب وشوي تكون متجهم برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات واللقاءات واليوم بتكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم بتكثر عندكم التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنتوا اليوم بتتمتعوا بسرعة خاطر وبتتصرفوا ولكن بتكونوا تسيطروا على انفعالاتكم ممكن تضطروا لتقديم المساعدة لأحد الإخوة أو أحد المعارف برج الجديد تم فرصة لمكسب من عمل إضافي أغلبها يعني المكاسب هاي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة بتكونوا تخففوا من النفقات ممكن اليوم تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية أهم إشئ إنك تعمل بجد نظم شؤونك المالية وامتنع عن المخالفة وخصوصا مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو أنتم ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم اليوم في تصاعد بتكونوا اليوم مستعدين للتحرك في كل الاتجاهات وتسلط الأضواء على قدراتكم وبتنطلق اليوم بحماسة وعزيمة كبيرة تعتبر هاي فترة إيجابية وممكن اليوم ترغب في التغيير أو تغيير شيء ما أو اقتحام مجال جديد برج الحوت بالنسبة لموريد برج الحوت طبعا القمر موجود الآن في بيت المتاعب فعشان هيك بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم بتكونوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وتخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعب فعشان هيك بنصحكم بعدم المباشرة بالتنفيذ لاي شيء جديد اتخلصوا من عاداتكم القديمة انشغلوا فقط بالمسائل الروتينية واحذروا من التأخير والخسائر والوعكات الصحية بهاي الفترة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر